السلام عليكم ورحمة الله واتوليكم بفضل الله ورعايتي في حلقة جديدة من برنامجكم الخبير العطري اليوم وجهتنا إلى عمان ونتعرف عن عطر من دار عمانية رائعة لكن قبل أن أبدأ إن كانت هذه أول مرة تشاهدون في هذا الفيديو وكنتم من عشاق عالم العطور فأنصحكم بالاشتراك في القناة قناتكم بالطبع الخبير العطري لبرفين كونو السرغ وتفعيل الجرس كي تتمكنوا من التوصل بآخر ما أرفعوا عليهم الفيديوهات نعم هذا العطر وهذه الحلقة هي إهداء لأحبابي وإخواني في عمان فأنا أوجه لهم رسالة إجلال وأكبر وتحية على كل ما يقدمه لنا في عالم العطور من تركيبات ونوادر تليق بالمجد الذي تمثله سلطنة عمان عطرنا لهذا اليوم عطر من دار تأسست في 2012 فهي ليست قديمة أو علماء وهي دار عمان لاكجيري والعطر الذي نتكلم عليه هو عود أكيلاريا يأتي في هذه الحلة عود أكيلاريا أكيلاريا هي الجنس جنس الأشجار التي يستخرج منها العود فكي نترجم هذه الكلمة وهذا العنوان عود أكيلاريا عود شجرة الأكيلاريا أعتقد أن هذه هي أنسب ترجمة أو عود الألوى الألوى هي الشجرة المهم صدر هذا العطر في 2012 وهو من سعة 100 ميليليتر ومن تركيز ماء العطر والدار عملت على إعادة خلق صياغة جديدة لزجاجاتها لم تكن في هذه الحلة وكانت في حلة أخرى يمكنكم الإطلاع عليها بالدخول إلى موقع الدار أو أرشيف الموقع أو أيضا في فراغرانتكا ستوجد هناك صور لزجاجة القديمة لكنني أفضل هذه كونها مبتكرة ورائعة وحدثية نوعا والسدادة ممغنطة وهي رائعة المهم وهنا تجدون رمزة دار عمان لاكجيري والمعلومات على أسفل الزجاج العطر كما قلت للجنسين وهو من العائلة الشرقية فهو شرقي خشبي تابلي وللمصمم والمبدع مستر برفيومر دوميني كوربيون دوميني كوربيون لمن لا يعرفه مستر برفيومر يعمل واحدا من أساسدة عالم العطور ومصممي العطور في معهد IFF IFF هو اختصار لإنترناشنال فراغرانس فاوندايشن درس في معهد غوغ بيرترون ديبون في غراس وعمل في مختبرات هذه المؤسسة غوغ بيرترون مع فريدريك مال وأصدر العديد من العطور الرائعة جداً ريبرتوار أو إصداراته أكثر من أن يحصيها أو أذكرها لكم في هذا الفيديو المختصر سأذكر لكم نبداً فقط عود قارتاج من دار بوشغون أصدر عود ملكي لشوبار دون رائع جداً نسائي لديور بورتخيوف الليدي الليل والوعد لفريدريك مال صديقه هاشفات عود لنيشاني وأيضاً أعتقد أنه أصدر بيبي كات لوم لانويد لوم وأيضاً بوكي سوبريم بوكي كل هذه العطور لدار إفسان لغو المهم، هذه هي نبداً مختصرة عن دومينيك روبيون ويمكنكم الاستزادة في الإنترنت بالطبع سنقوم برش العطر ونتحدث عن النوطات الداخلة فيه البخاخ يعمل تماماً مثل بخاخات روجادوف حيث يقوم بخلق مست أو ضباب عوضة ردد بحيث يمكنكم رؤيته بسم الله مما يقوم بتوزيع العطر بكيفية متساوية على منطقة كبرى من الجلد طاعة الرائعة جداً النوطات الداخلة فيه نجد في المقدمة تفاح، كليل الجبل، والفلفل الوردي في القلب هناك الورد بنوعه البلغاري والدمشقي القرنفل والمريمية، والقاعدة الشرقية بحتة من العود، الباتشولي، العنبر، واللابدانو عندما تسمع هذه الكلمة كلمة عودة كيلاريا وقلنا أن كيلاريا هي شجرة عود فانت تتوقع أن يكون العطر مداره على العود لكن هذا ليس هو ما يحصل، فتتفاجأ أن العطر إنما هو عطر يقوم على نوطات أخرى، عطر فاكهي تغلب عليه نوطات التفاح، نوطات الورد، والباتشولي، مع وجود للعود لكنه ليس اللاعباء الرئيسي هنا في هذه الحبكة المبتقرة الرائعة الكثيرون يتحدثون عندما يذكرون هذا العطر يتحدثون عن وجود شبه أو غير ذلك بينه وبينه عطر الوعد للأسف لم أجرب الوعد إلى الآن فلا يمكنني أن أدخل في هذه التفاصيل أو هذه المقارنة كوني أتحرى ما أمكن أن أكون صادقا في توقعاتي وفي ما أقدمه لكم أيها السادة الكلام فالعطر الذي تحدثنا عنه اليوم وهو عطر عود أكيلاريا عطر فخم بتوليف رائع ساحرة ونوطات تم دمجها بطريقة تنم عن خبرة هذا الماستر بيرفيومر النوطات معقدة كثيرا لكن الدمج والحبك بينها يعطيك طابعا رائعا وراقيا جدا وتحس بأنك ترتدي شيئا فخما يليق كما قلت بأنه قادم من سلطنة عمال فنحن كنا كلما ذكرنا عالم العطور إلا ونتذكر تلك الوجهة وذلك البلد الرائع الذي مرة أخرى وجه التحية لسكانه الطيبين حفظهم الله ورعاه فالبداية كما قلنا هي بداية فاكهية يغلب عليها تفاح هنا عصير جوسي تفاح أخضر مع وجود لطابع يجده البعض أنه نوعا ما معدني وهو ربما ناتج عن تفاعل لإكليل الجبل مع العدان أو اللابدان ثم بعد ذلك تظهر نوطات راقية للورد بنوعيه كما قلنا البلغاري والدمشقي وهما من أفضل وأجود أنواع الورد معهما يظهر العود والعود هنا عود خفيف على القلب وعلى الأنف ليس عودا قويا البعض قد يستحبه والبعض قد ينفر منه الضار هنا في اختيارها لنوطات العود أرادت أن يكون قابلا للجميع وهو عطر كما قلنا للجنسين يمكن للنساء والرجال ارتداءه دون مشكلة كما أن هناك نوطات عود مع نوطات العود هناك بروز لنوطات جلد خفيفة في خلفية العطر يدوم العطر مدة طويلة وهو من العطور التي لا تحب أن ينتهي أو تنتهي تجربتك معه ويكون في هذا التوقع فكما قلت يدوم طويلا والنهاية رائعة جدا نهاية شرقية محضة يغلب عليها الباتشولي الترابي ويبقى العود مع الجلود مع ظهور لنوطات أخرى كالأخشاب والدار لا تعلن لأنها دار نيش فلا تعلن عن كل النوطات الداخلة فيه لكن تجربتي معه أحس بأن هناك وجودا للأخشاب هناك العنبر هناك كما قلت اللابضانوم وهناك الذي يعطي طبعا كما قلت معدنيا وهناك نوطات تابلية تجعل من هذا العطر يعطيك إحساسا بالقوة وأنك متميز يصلح هذا العطر للارتداء طوال السنة أجده كذلك وإن كنت أفضل أن أرتديه في هذه الأجواء الباردة لكن لا يوجد فيه نوطات تتطلب فصلا من الفصول بعينها لذلك يمكنك ارتدائه طوال السنة كتوقيع عطري وهو رائع جدا ولمن يبحث عن التمييز ولمن يبحث عن الإطراءات فضالتك في هذا العطر عطر راق جدا والدار رائع إبداعاتها رائع وأعتقد أن دومينيك روبيون أنتج لهم عطرا آخر هو عطر ديجون أعتقد أنه من العطور التي لها زجاجة سوداء كقاتمة غير هذه الزجاجات أعتقد أن هذا هو كل ما يقال حول هذا العطر الرائع وإلى حلقة أخرى وعطر جديد أستودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر